تزداد الاوضاع الامنية سوءا في محافظة ادلب المكتظة بالسكان عمليات الاغتيال واستهداف قادة الفصائل كثرت في الاوينة الاخيرة في ظل اتهام لخلايا تتبع لتنظيم الدولة القيادي في جبهة تحرير سوريا حسن خالد عجاج اغتيلا بحسب مصادر محلية في ظروف غامضة وعثر على جثته في منطقة زراعية بريف معرة النعمان اغتيال تزامن مع اصابة عنصرين من الجبهة الوطنية للتحرير قرب جسر الشغور اثر انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم فيما لم ترد انباء عن اصابات بانفجار عبوة ناسفة قرب سيارة تابعة لجيش النصر في قرية الكركات بريف حماة الغربي هيئة تحرير الشام الفصيل المهيمن على معظم ادلب والمسؤول عن الامن فيها اطلقت حملة قالت انها لاستهداف خلايا تنظيم الدولة في المنطقة وطالت بحسب وكالة اباء التابعة لها مواقع للتنظيم في بلدة النيرب وسرمين شرق ادلب ويقول القيادي في الهيئة ابو احمد الشامي ان المدهمة اسفرت عن مقتل واعتقال عدد من عناصر التنظيم كان بحوزتهم احزيمة ناسفة وعبوات معدة للتفجير وعقب فرض تحرير الشام حظرا للتجوال داخل مدينة سرمين اثر اشتباكها مع عناصر من جند الاقصى توصلت الهيئة لاتفاق مع مجلس شورى سرمين ممثل اهالي المدينة يقضي بالتعاون للقضاء على خلايا تنظيم الدولة داخل المدينة وضبط الامن فيها ولكن سرعان ما نقضه اهالي المدينة بسبب عدم قدرتهم على ضبط عناصر التنظيم وتبدو هيئة تحرير الشام غير قادرة على فرض الامن في مناطق سيطرتها وهي التي شنت سابقا عمليات عسكرية ضد فصائل الجيش الحر وهي متهمة بالتسبب بوصول الاوضاع الامنية الى ما هي عليه الان اشتركوا في القناة